شاهد قطباء المستقبل واستبشروا بالنجيل الأمسل شاهد قطباء المستقبل واستبشروا بالنجيل الأمسل أبناء الإسلام تربوه للخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته وقت فأثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مشاهدي الأكارم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير في هذه الأيام أيام الحج هذه الأيام العشر هي أفضل أيام الدنيا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أفضل الأيام هذه الأيام التي نعيشها ونحياها فاغتنم أخي المسلم اغتنم ولا تضيع وقتا واستسمرها في الذكر والتهليل والتكبير والتحميد وغير ذلك كثير في الصيام في تلاوة القرآن في الأذكار في كل عمل يرضي الله تبارك وتعالى مشاهدي الأكارم معنا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى أبنائنا الصغار خطباء المستقبل ما شاء الله لقوة إلا بالله الواحد منهم يستطيع بفضل من الله تبارك وتعالى أن يرتقي المنبر ويقف خطيبا مفوهة تعالوا بنا سريعا نتعرف على أبنائنا الصغار خطباء المستقبل معنى النموزج الأول ومن أبنائنا المفوهين دائما أبدا الابن إسلام رضا أهلا وسهلا ومرحبا بك يا إسلام أهلا بحضوطك يا شيخ ومنور يا حبيب ما شاء الله ما شاء الله والنموزج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل الابن إبراهيم أدهم أصغر النمازج ما شاء الله أهلا وسهلا بك ومرحبا يا إبراهيم ومنور يا حبيب أنت في سنة كام يا إبراهيم أنا في سنة تانية سنة تانية ابتدائي مش كده ربنا يبارك فيك يا رب ويسعدك ما شاء الله لقوة إلا بالله والنموزج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل الابن أشرف عادل أهلا وسهلا بك ومرحبا يا أشر أهلا بك يا أشر وأول مرة إن شاء الله إن شاء الله أنت في سنة كم؟ تلتة إن شاء الله تلتة إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا ابن يا رب ويحفظك والنموذج الرابع من أبنائنا خطباء المستقبل الابن علاء محمد أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أشر علاء علاء محمد علاء محمد إيه؟ معود علاء محمد معود صوتك رايح ليه؟ لا يستعد ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله سريعا كده نحاول أبنائنا الأول كده لأننا في فريضة الحج نشوف كده الدليل على فريضة الحج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من منكم يا أبنائي يستطيع الإجابة على هذا السؤال إسلام رضا تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم وأتم الحج والعمرة لله ويقول تعالى أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج وحديث بني الإسلام على خمس وغيره من الأحاديث كثير هذا ما أعلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أحسنت ربنا يبرك فيك يا رب ويحفظك يا إسلام اللهم أمين يحفظك للإسلام وبالإسلام اللهم أمين آمين يا رب العالمين طيب هناك مواطن يستحب التلبية فيها ووقتها فما هي المواطن التي يستحب التلبية عندها أو فيها ووقتها من يستطيع منكم أن يجيب على هذا السؤال أشرف عادل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا فتستحب التلبية حال الإحرام لنقل السلف عن الخلف والسنة أن يكثر في دوام الإحرام وتستحب قائمة وقاعدة وراكبا وماشية وتأكد اختحبابها في كل خعود وغبوط وعند إقبال الليل والنهار وعند خدوث أم من رقوب أو نذور وعند اجتماع الرفاق وتلب المرأة وإن كانت حائزا ولا تقطع التلبية إلا عند ابتداء الطواف هذا ما أعلم والله تعالى أعلم أحسنت أحسنت يا أشرف ربنا يبرك فيك يا ابن يا رب ويحفظك اللهم آمين آمين يا رب العالمين المحرم يباح له عدة أشياء من منكم يستطيع الجواب على هذا السؤال علاء تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يباح للمحرم أولا الإغتسال وتغيير الرداء والإيزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حمام التحفة وهو محرم فقيل له أتدخل الحمام وأنت محرم فقال إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئا فقال ابن المندر أجمع العلماء على أن المحرم يجب أن يغتسل من الجناب ثانيا تغطية وجه المحرم إذا هاجت الريح فعن مجاهد أنه قال كانوا إذا هاجت الريح قطوا وجوههم وهم محرمون ثالثا لبس الخفين للمرأة لما رواه أبو داود والشافعي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في لبس الخفين رابعا تغطية رأسه ناسيا قالت الشافعية لا شيء على من غط رأسه ناسيا أو لبس قميسه ناسيا فقال عطاء لا شيء عليه ويستغفر الله تعالى فقالت الأحناف عليه حدية وهذا ما أعلم الله تعالى أعلى وعلى أحسنت ربنا يبرك فيك يا علاء يا رب ويبرك في جميع أبنائنا خطباء المستقبل شهداء الأكارم زي من تشايفين ما شاء الله حاجة زي العسل والله أصل أجمل شيء أنك تسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة من أفواه الصغار اللي لم يبلغوا الحلم ولم يجري عليهم القلم والواحد منهم كما ترون بسم الله ما شاء الله يستطيع بفضل الله كل ذلك بفضل الله فضل الله وبرحمته فضل الله يقف خطيبا مفوها سواء في المسجد والله وفي المدارس وفي المعاهد وفي كل مكان بفضل الله وفي أي مناسبة تجد الولد بفضل الله يقف خطيبا مفوها الحمد لله إلى جانب أنهم يتعلمون بفضل الله كل العلوم الشرعية تحت أيدينا بفضل الله من فقه وتوحيد وعقيدة وسيرة وخطابة إلى غير ذلك كثير بفضل الله لكن بما يناسب عمر كل طفل منهم ويتمشى مع سنه بفضل الله تبارك وتعالى تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى الأبناء وهم يخطبون في الناس بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمل هذه الأيام أن نعيشها ونحياها أيام عشر ذي الحجة من منكم يستطيع أن يتحدث عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة إسلام فضل الإسلام إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيلُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَانِنَا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلم تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن منتبعهم بإحسان وتل تسليما كثيرا ثم أما بعد فلقائم حضراتكم اليوم بمشيئة المولى تبارك وتعالى تحت عنوان فضل العشر الأوائل من ذي الحجة نعم ورب الكعبة فضل العشر الأوائل من ذي الحجة أيها الأحبة الكرام إن الله عز وجل جعل لعباده مواسم الخيرات وحبب إلى قلوبهم فيها الطاعات وأرشدهم إلى التسابق في الحسنات والمسارعة إلى المغفرة والجنات ومن أعظم هذه المواسم العشر الأوائل من ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم فقال والفجر وليال عشر لذلك فإنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق يقول المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا الأيام العشر فما من أيام يحب الله العمل الصالح فيها أكثر من هذه الأيام يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم اسمع ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فاعلموا أحبتي في الله أن الله اختار الذمان وأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم وأحب الأشهر الحرم إلى الله شهر ذو الحجة وأحب ذو الحجة إلى الله العشر الأول منها ومن فضائل هذه العشر مباركة أولا أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه الكريم فقال والفجر وليال عشر ثانيا أن الله عز وجل سماها الأيام المعلومات يقول تعالى في كتابه الكريم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا على الإقلاق فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما من يوم أعظم عند الله ولأحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكسر فيهن من التسبيح والتحميل والتهليل والتكبير رابعا أنه حث على أفعال الخير فيهن وأمر بكسرة التسبيح والتحميل والتهليل والتكبير فيهن خامسا أن فيها يوم التروية ويوم عرفة هذا اليوم الذي يدن الله فيه ثم يباهي بأهل الموقف ملائكة السماء فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيلا من النار من يوم عرفة سادسا أن فيها الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام الخمسة سابعا أن فيها يوم النح الذي هو أعظم أيام الدنيا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النح فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نختنم هذه الأيام بأن نكسر من الطاعات والإعمال الصالحات التي تقربنا من ربنا عز وجل وأسأل الله التوفيق لي ولكم وإلى هذا الحد أتفي سائلا الله عز وجل أن يرجقنا الحج المبرور والذنب المغفور وأقول قولي هذا وأستقبل الله لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحسنت أحسنت يا إسلام ربنا يبرك فيك يا ابن يا رب ويحفظك للإسلام وبالإسلام أنت وجميع أبنائنا خطباء المستقبل وجميع أبناء المسلمين اللهم أمين هذه ورب الكعبة أفضل الأيام فاغتنموها اغتنموها ما فيش يوم بيمر عليك يا ابن آدم إلا والله إما أن يشهد لك أو عليك أتحداك لو رجعت ليلة الأمس خلاص خلاص انقضت ولن تعود إلى يوم القيامة تم تستثمر ما تبقى من هذه الأيام في القرآن وتلاوته والتدبر فيه وأحكامه والإكسار من الاستغفار والطعاد كلها بصفة عامة أما لإيه اعمل فاصلة أرحام أكثر فيها من الذكر من التهليل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر أكثر كل ذا في ميزان أعمالك إن شاء الله ما فيش أيام أعظم ولا أفضل من هذه الأيام أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال إنه لي ذلك والقادر عليه نعود إلى أبنائنا خطباء المستقبل إلى الإبن إبراهيم أدهم قولي إبراهيم قصيدة كده عن سيدنا إبراهيم عليه السلام أرأيتم قلبا أبوي يتقبل أمر يأباه أرأيتم ابني يتلقى أمرا بالزبح ويرضاه ويجيب الإبن بلا فزعي افعل ما تؤمر أبتاه لن أعصي لإلهي أمر من يعصي يوما مولاه واستل الوالد سكينة واستسلم إدنا لوداه ألقاه برفق لجبيني كي لا تتلقى عيناه واهتذ الكون ضاعات ودعاء يقبلهم الله ويجيب رب ورحمته سبقت في فضل عطاياه يتضوع لرب الأعلى أرض وسماء ومياه ويجيب رب ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت رؤيا لا تحزن لا تحزن يا إبراهيم فديناه أحسنت أحسنت ربنا يبرك فيك يا إبراهيم يا رب وجميع أبناء المسلمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين شهدية الأكارم اعلم أن رزقك لن يأخذه غيرك فاطمئن لكن اجتهد وخذ بالأسباب وشوف ربنا كريم أدئي وفرج ربنا قريب أوي أوي والله بصدق في مثل هذه الأيام أراد حاتمني الأصم أن يحج بيت الله الحرام فقال لأهله وأولاده عياله صغار قصر أريد أن أحج قالوا وتتركنا لمن إلى من تكلنا دا لو انت سبتنا يوم واحد نجوع مهم كانوا ناس فقراء لكن رضيين بالحلال وعيشين بما قسم الإله سبحانه وتعالى فبنت الأكبر أبناء ألت له انطلق يا أبي وحج بيت الله الحرام وقالت لأمها وأخوتها لقد عرفناه أكالا ولم نعرفه رزاقا الرزاق مين الله سبحانه وتعالى خلاص دعوه يخرج لي حج بيت الله فأنكروا عليها ليه كده ليه تقولي كده المهم أنه توكل على الله وخرج إلى بيت الله الحرام حاجا فأول ليلة تمر عليهم على هذه الأسرة جاعوا فيها ما فيش ما فيش ما هو اللي جاي على قد اللي رايح فأنكروا عليها ووبخوها ليه تقولي كده شفت بقى إيه اللي حصل لنا فرفعت الإبنة أو البنت يديها إلى السماء وقالت يا رب لا تحرجني أمامهم عرفناك رزاق وأبي أكال أنت الرزاق ونحن العباد فارزقنا سبحان الملك مر من أمام بيتهم أمير هذه البلدة وأراد أن يشرب ماء نفد ما عنده من ماء فقال لحراسه وأعوانه اطلبوا لي كوبا من ماء بيت من هذا قالوا بيت حات من الأصم فطلبوا كوبا من ماء فشرب كوبا من ماء بارد وارتوى زمأه تعرف يعمل إيه أخرج من جيبه كيسا مملوئة ذهب وقال لأصحابه وأعوانه من أحبني فليفعل كما فعلت دا لو في حد منهم ما بيحبوش مجاملة هو مش هيقدر يقول أنا ما بيحبكش ومش هيقدر يتأخر فكل واحد إيده على جيبه وأخرج ما في جيبه من أموال ووضعوها على الصينية مع الكباية سبحان الله ودخلت البنت لأمها تبكي لكنهم فرحوا وساعدوا وسرت قلوبهم فبكت الإبنة فأمها بتسألها بتقول لها علامة البكاء هو وقت ما نبكي تضحك وقت ما نضحك ويرزقنا تبكي هو في إيه قالت أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا فاغتنينا مخلوق نظر إلينا فاغتنينا فما ظنكم لو نظر الخالق إلينا مش بقول لحضراتكم فرجوا الله قريب فاكتهد اكتهد في الطاعة واعمل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى سيرزقك ولكن خد بالأسباب يعني أخرج إلى عملك أي أن كان العمل ما دام حلالا طيبا فيرزقك الله ويبارك لك في رزقك والرزق أقسم بالله ما هو أمواله بس لا ده الرزق ده أوسع من كده وأكبر من كده ابنك الصالح ده رزق من عند الله بنتك المطيعة اللي رهن الإشارة رزق من عند الله ورزق كبير جدا زوجتك اللي هي رهن إشارتك ما بتقولكش لا حسن سمع وطاعة ده رزق واسع وكبير غيرك محروم منه فأين شكر الله على هذه النعمة مثلا يحن كذلك جارك الصالح الذي لا يؤذيك ولا يغتابك ولا يسبك ولا يجرح فيك رزق واسع من عند الله تبارك وتعالى فالرزق مش أموال لا والله أبدا الصحة نفسها رزق وكل واحد بيأخذ رزقه فلن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أرزاقكم وأن يبارك في أعماركم وأن لا يحرمني وإياكم من حج بيت الله الحرام إنه ولي ذلك والقادر عليه شهد يا الأكارم تعالوا بنا نستمع إلى أبنائنا أحد النمازج أشرف عادل وهو يحدثنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تستطيع إن شاء الله يا أشرف فضل يا حبيب الحمد لله الذي تعارم ملكوته واكتدر وتعالى شبروته فقه الذي أعذ من شاء ونطر ورفع أقواما بحكمته وخفض أقواما أخر نحمده حمد كثيرا على جميع نعمائه التي تربو على ذوات الرمل وقترات المطر وأشهد أن لا إله إلا الله واحته لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ومجتباه من البشر نبي شق عن صدره وشق له القمع نبي ظللته الغمام وأجابت لدعوته الشجر نبي أيده الله بمعجزات الآيات والثوى فاللهم صلي وسلم وبايك على سيدنا محمد وعلى آله وطحبه القادات القيام أما بعد أحبتي في الله حديثنا اليوم سيقول بمشيئة الله لجل وعلا تحت عنوان إلا وسول الله نعم إلا وسول الله فهو النبي الأمي الذي علم المتعلمين محمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل لما أراد الخير لهذه البشرية أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأوجب علينا طاعته وجعل له حقوقا على أمته لا يخاوي فيه أحد من الخلق فمن هذه الحقوق خب الرسول واتباع سنته فهذا الحق ثبت للنبي صلى الله وعليه وسلم بالقرآن وجعله سببا في حب الله تعالى للعبد فقال كن لو كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم جنوبكم والله غفور نحيم وقال أيضا هو الذي بعت في الأميين وسولا منهم يتلو عليهم آياته ويدكيهم ويعلمهم الكتاب والعكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويجب على المسلم أن يحب الرسول أكثر من حبه لنفسه وأهله وماله وهو الإمام البخاري ومسلم في صحيهما في حديث أناس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولديه والناس أجمعين فندعو الله عز وجل أن يجعلنا من من يحبون وصول حق محبته صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا اتباعه وحسن التأثير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسوافنا في أملنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفق وتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا وما كان من طوفيق فمن الله وما كان من خاطئ عوثون أمسانف منه ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أقوى جدا تعبرون عليه للجنة ويوم أبي في جهنم ثم أعوذ بالله أن ذكركم به وأنسى والسلام والله عليكم ورحمة الله وبركاته عسل عسل يا أشرف ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب لأول مرة يعني هو الولد ظن يعني أنه سبحان الله يا رب أول مرة دايماً بتبقى عند الأطفال يعني لها رهبة كده أقول لحضرتك طيب صلي على رسول الله تفتكر أول مرة وقفت تصلي إمام في المسجد أول مرة تصلي بالناس إمام في المسجد كيف كان حالك أظنك والله كده كنت ترتجف أظنك كنت ترتجف ليه؟ عشان أول مرة وعشان مسألة من سهلة فربنا يبارك فيك وجميعاً يا رب ويبارك في أبنائنا وخطباء المستقبل وفي جميع أولاد المسلمين اللهم أمين أمين يا رب العالمين طيب عن فريضة الحج من منكم يستطيع أن يحدثنا عن فريضة الحج؟ أعلى 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 محمد تفضل الحد لله الذي هيأ لأصحاب السعادة أسباب التوفيق ويسر لمن شاء من عباده حج بيته العتيق وجعل بيته مثابة للناس وأمناً لهم من عذاب الحريق فأدنى بذلك كل بعيد زحيق وأنجى بإدراكه كثيراً ممن كان في بحر هواه غريق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم بسليما أما بعد عباد الله حديثي معكم اليوم بمشيئة الله تعالى تحت عنوان فريض الحج بيت الله الحرام أحبتي في الله ها قد أظلنا موسم الحج العظيم وامتلأت بالعجيج جنبات الحرمين تصديقاً لدعوى سيدنا إبراهيم عليه السلام واستجابة لأمر الله تعالى ويقول الله تعالى في محكم كتابه وأذن في الناس بالعج يأدوك رجالاً وعلى كل ضومي يأدين من كل فج عميق أحبتي إن أداء العج لله تعالى قربة من أعظم القرب تكثر بها الذنوب وتجمع فيها أبواب الخير من تعظيم وقصف وطواف ودعاء وذبح ورمي ومبيت ومسيرة وتهليل وتلبية ولذا فإنه من أفضل الأعمال وعن النبي صلى الله عليه وسلم عنده قال أفضل للأعمال الإيمان بالله وعده ثم الجهاد ثم عدة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطبع الشمس إلى مغربها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرقذ ولم يكث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فإن للحاج حين يخفج من بيته أن رائلته لا تخطو خطوة إلا أن كتب الله بها عسنة أو أطعنه بها قطيئة فإذا وقف بعرفات فإن الله أز وجل تنزل إلى سماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهد أني قد غفرت ذنوبهم ولو كانت كذبت البحر وإذا رم الجمرات لا يدري أحد ما له حتى يتوقاه الله يوم القيامة وإذا قضي آخر فواثن في البيت وجع من ذنوبه كيوم والدته أمه يوم والدته أمه وقال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي القير خبس القديد وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفه وإنه لا يتنوها تجلى ثم يباهي بهم ملائكته فيقول ما أرأت هؤلاء فتقول الملائكة أرادوا رحمتك ومغفرتك وجنتك وعن الفضيل بن عياغ رحمه الله أنه نظر إلى بكاء الناس بعرفه فقال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه تنيقى أكان أردهم قيل لا فقال رحمه الله والله لمغفرة عند الله عز وجل أهول من إجابة رجل لهم بثنيقى وقال تعالى فإذا أبطتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحراب واذكروه كما هداكم وإن قلتم من قبلي لمن الضالين ثم أفيه من حيث أفاظ الناس واستغذروا الله إن الله غطور رحيم فقد دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام أن تهوي أفئدة من الناس إلى هذا الفيت فيقول أجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورذقهم من التمرات لعلهم يشكرون قال ابن عباس رضي الله عنه ولو قال أجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لحجته اليهود والمصارى ولذا فمذال بيت الله في النقوس معظمة ولذلك مواكب المشتاقين والمعظمين تتحرق وجدنهم شوقا إليه قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثافة للناس وأمنا أي مرجع يتيبون إليه للحصول على منافعه من تدية والدنيوية اللهم لا تجعل فينا شاقيا ولا مقروما تقول من القيم رحمه الله وراءه إلى التأريق يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرمه فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظمه ويدنو به الجبار جل جداله يباهي بهم ملائكته فهو أقرمه يقول عبادي قد أتوني مع عبتا وإني بهم باعوا أجود وأرحمه فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما عملوه وأنعمه فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يقبر الله وإلى هنا أختفي سائر البولى عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأقول قل هذا وأستغفر الله الأقظيم لي ولك بسم الله ومشاء الله ربنا يبارك فيك يا ابن يا رب ويحفظك الابن اسمك إيه؟ علاء علاء محمد ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويزيده من فضله ما شاء الله والأول مرة برضو بسم الله ومشاء الله عاوز أقول لحضراتكم الأبناء مسئولية كبيرة جدا تربيتهم مسئولية عظيمة جدا الجميع هيسأل عنها يوم القيامة فيا أخي أد الأمانة الأمانة أن ربنا أعطاك والله وبيختبرك يشوف أنت هتربيهم إزاي؟ على إيه؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هتسيبهم يعني يلعبوا بقى في الشوارع والطرقات ويكتسبوا مثلا يعني كلمات بزيئة وشتائم وحاجات يعني ما أنزل الله بها من سلطان هتتساءل عن كده هو الولد ما زنبوش حاجة لو وجد أبا أبا وأما يعني يأخذوا بأيديهم برفق ولين ومحبة ورحمة ويابني افعل كذا ولا تفعل كذا وبمنتهى البساطة وبمنتهى الحب ده لازم لازم أمال إيه؟ يعني مجرد ما يخرج الولد في الشارع ويأتي بألفاز وحشة تقوم أن تتعاقبه وتضربه هو ده الحل؟ ولا البديل أنك تقول له لا؟ قل الكلمة الكويسة إذا يعني قدم إليك زميل مثلا قلم هدية قل له جزاك الله خيرا وحاول أنك تاني يوم تهديه برضو هدية أخرى مش لازم تكون ألم ممكن يكون براية أستيكة أي حاجة ده نبديك مثال يعني علم ابنك ياخذ ويدي ياخذ ويعطي مش لا أنا باخدش حاجة من حد وما بديش حاجة لحد لا ما هوش ده أبدا والله ما هو كده أبدا 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 إنما التربية تعلم ابنك يأخذ ويعطي تعلم ابنك الصدق تعلم ابنك الحب وأسمى الحب إن الولد يحب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤوم يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى وتبقى أنت كأب قدوة لابنك طيب نطلع فاصل إن شاء الله ثم نعود إلى حضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عودنا إلى حضراتكم مجددا فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حج بيته الحرام في هذه الأيام الطيبة الطاهرة المباركة آمين يا رب العالمين مش هاد يا الأكارم زي ما بقول لحضراتكم نعلم أبنائنا الأخذ والعطاء زي ما بتاخد يا ابني لابد إنك تعطي الآخرين آه دي بتجعل محبة بين الأولاد بعضهم البعض يعني وانت بتحط سندوشات ابنك كده قوله لو زميلك طلب منك سندوش اعطهوله وإنما طلبش قبل ما تاكل اعزم عليه قوله تفضل يا حبيبي وتاخد منه وتديله تعمل محبة بين الأطفال تم تيجوا حضراتكم كده نسأل أبنائنا خطبات المستقبل بيعملوا كده ولا لا قول لي يا ابراهيم آه انت في المدرسة آه بتدي زميلك سندوشات وتاخد منه ولا بتعمل إيه بالزبط آه بقى لما باجأ أصلا بديه بيقول لي يعني مش عايز خده منتا وهو أصلا بيديني هو مين؟ هو واحد اسمه كده عبدالله آه هو يعني مش جنبي هو في الديسك اللي جنبي يعني في الديسك اللي جنبك؟ آه آه بتديله انت سندوش؟ آه ما بيرضاش ياخده؟ آه وهو بيديني على طول آه بيديني كتير؟ آه بيديني كتير كل يوم يعني ما شاء الله يبقى هو كويس وانت برضو كويس لكن المفروم؟ ما نعرف بس لما بديله يعني بي ما بيقول لي لأ خدهم دلالي كل يوم يعني كويس ابراهيم ما شاء الله لقوة إلا بالله آه بالفطرة فطرة ما فيش بعد كده فطرة طيبة جدا فانا بقول انتهزها فرصة للأب الكريم كل أبنائنا خطوة المستقبل ما شاء الله مهيئين والله كده نفسيا أو الله ويعني أخلاقيا لأنك تغرس قيم ومبادئ الإسلام في قلوبهم أرض خصبة كل ما تزرعوا فيها بفضل الله سينبت نبتا حسنا إن شاء الله علموا كده البذل والعطاء والإثار علموا الصدق علموا المحبة علموا الوفاء علموا كل الصفات الحميدة اللي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى واللي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى إبراهيم في قصيدة بعنوان يعفل لها لوقارها تستطيع إن شاء الله طيب انتظر ناخد الاتصال معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل بذلك شكرا الله بذلك شكرا الله يعني أذكرنا برنامج شباب جعلوا أنفسهم في طاعة الله أقول لهم أكرم لكم من أكرم الكرآن وهبوا له الأرواح والأبدان رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام سكان زرعة حروف النور بين شفاههم لتصير من غرص الهدى بستانا فسبحان من وحب الأمور لأهلها وهدى الكلوبة وعلم الإنسان يذاكم الله كل الخير يذاكم الله كل الخير وأسأل الله العليل العظيم أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات اللهم أمين الشيخ بعد ذلك عن رقم الهاتف حاضر إن شاء الله الإخوة يعطو لك في الكنترول إن شاء الله اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمريكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل ممكن أكتب اتفضل يا حبيب إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اشعل عملنا كله طالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لغيرك شيئا اللهم علمنا ما تنفعنا وأنفعنا بما علمتنا وفدنا علما ففنتكلم الآن عن أركان الإيمان وهي ست أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره والدليل وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والمؤمن يشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق غير الله فلا يعبد أحدا غير الله بارك الله فيك يا عمر ممتاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا عسل ورحمة الله وبركاته ممتاز يا عمر ربنا يبارك فيك يا ابن يا رب تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى قصيدة بعنوان اعفوا اللحة لوقارها لأصغر النمزج معنا إبراهيم أدهم تستطيع إن شاء الله يا إبراهيم قولي يا عسل يا سائلي بجهالة وتهك من عن طولها يا جاهلا أمولحة متجاهلا لجمالها متناسيا أمرا نبي معظما من شأنها قص الشوائب واجب وأعفوا لحال وقاوها أفئن سألتك يا تو ماذا فعلت بحلقها وعصيت أمر المصطفى وخلعت عنك بهاءها هل بالمجوس تعلقا أم بالنساء تشبها أم أم زوجك صايم كي لا تشكشك وجهها فعصيت سنة من هداك لكي تفوز بعطفها أم للنظافة تبعي أقصرك فاك تسفها أأنت أنظف من رسول الله لا لا تنطق بها أم من أولي الألباب من أصحابه وأولنها من علموا الناس المظافة بل وجاوزوا المنتهى كن يا أخي متأسيا هل منهم من حلقها هل منهم من قلد الكفاء مثلك وقتها إن القساوس قلدوا فيها المسيح لحسنها لم يخرجوا مما ادعوا في دينهم إلا بها قرآن ربك قد أتى فيما احتواه لذكرها كن يا أخي متشبيها بالأنبياء وقلها طحظا بصحبتهم غدا فالله زيننا بها ارجع إلى طواها تجد هون يتلو ذكرها ما شاء الله ما شاء الله انت ولد ممتاز ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا إبراهيم يا رب طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك ومرحبا يا محمود حياك الله وبرك فيك وحيا ضيوفك الكراء ربنا يبارك فيك يا ابن يا رب ويحفظك أسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك ويجذيك خيرا عما تقدمه لنا أنت محمود فايز أسألك الدعاء قل لي يا محمود محمود فايز نعم إن شاء الله أحد طلبنا ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك تفضل أسألك الدعاء يا شيخ بتقول لي يا محمود الدعاء دعينا يا شيخ أسأل الله تبارك وتعالى أنه يبارك فيك يا رب ويحفظك للإسلام وبالإسلام وأنه يرزقك يا رب بالإخلاص والصدق والقبول اللهم أمين وجميع أبناء المسلمين بارك الله فيك يا محمود بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله زي ما أنتوا شايفين حضراتكم كده أبنائنا خطباء المستقبل ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب طيب قل لي يا إبراهيم أنت كم جزءا تحفظ من القرآن أحفظ من صورة الناس الحد صورة المائدة من صورة الناس إلى المائدة ما شاء الله ما شاء الله أسأل الله أنه يبارك لك يا رب ويحفظك ويجعلك كده من أهل القرآن فهم أهل الله وخاصتي وجميع أبناء المسلمين اللهم أمين طيب يا إبراهيم بتراجع حفظك ولا لما بدأت الدراسة انشغلت بقى بالكتب المدرسية وتركت المراجعة لا ساعات برضو بقى راجع على قوي يعني على ساعات يعني بحفظ على اللي هو الأملي فوق والتليفون ساعات بحفظ عليهم كده وبعد كده بروح بكتب الوجه بيعني شوي ما شاء الله وانت شاطر في المدرسة كده وبتسمع الكلام وابتحترم زملائك ومدرسينك وكده ام؟ ايه يعني محدش بيشكو منك ولا حد بيعقبك بيضربك في المدرسة بس ساعات يعني شاعات يعني في حصة القرآن كده بيبقى عندنا حصة قرآن ساعات يعني بعد كده يعني ساعات توقف وتتضرب لأ مش بابدان هم اللي بتوقف وتعمل ايه ساعات بقف كده آآ اقف كده ويوقفني المستر توقف ايه بقف كده على الحيطة ويوش الحيطة كده ووش علشان ايه تقرأ يعني ولا علشان انت واقف لأ ساعات بارنا هو بارد المستر بيحبني بس ساعات يعني هو المستر اللي بيحفظكم القرآن ولا بيديكم انجليزي لأ بيحفظني قرآن ونقول له مستر ولا نقول له يا شيخ بنقول له يا مستر بنقول له يا شيخ بنقول له يا مستر هو الشيخ بنقول له يا مستر لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يبارك شوفوا الولد بالفترة ازاي فانا بقول لكل مستر اقصد لكل شيخ ربنا يبارك فيك يا رب بيحفظ القرآن نقول لهم بقى لاش كده بقى لاش كده يا أولاد اللي بيحفظك القرآن اسمه الشيخ اسمه الاستاذ اسمه المعلم اسمه المربي ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم أما المسطر خليها لحاجة تانية يعني لما نقول لي بتاع القرآن مسطر طب نقول لي بتاع الإنجليز إيه يا مولانا ما ينفعش ربنا يبارك فيك يا أبراهيم طب تقدر تقول لي قصيدة أخرى عن فلسطين ماذا اتفضل فلسطين يا أرض الحني بسوخ من قلب عليك يا فلسطين بسوخ بأعلى صوت الله لا لقدر المحتلين ده السلام مش طوى فين الصبق فين تعبنا من الغزاة ومن ظلم المعتدين مش عايزين من الدنيا با عايزين صلاح الدين يمسح دمع نقا يمحي من قلوبنا الأنين يوجع حلمتاه من ظلم المعتدين يا أمة الإسلام يا كل المسلمين بحق لا إله إلا الله من قلوب الموحدين ده الشهادة في سبيل الله سويض عليكم يا مؤمنين تطرقكم للنجاة قدام ربي العالمين ادعوا وقولوا يا الله اللهم دم وإسرائيل أمين وتعيش الأطس ليوم الدين اللهم دم وإسرائيل أومة وبوكو شعون وبوشو أباما الملعين أنت ولد جميل ما شاء الله رب العالمين عسل عسل باسم الله ما شاء الله لو لضيق الوقت لا سمعنا من إبراهيم كتير ما شاء الله وأبنائنا خطباء المستقبل فالإخوة في الكنترول يشيرون إلى انقضاء الوقت فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي أولادكم وفي أموالكم وفي أهلكم وأن يحفظكم للإسلام وبالإسلام اللهم أمين إلى أن ألقاكم إن شاء الله أترككم في رعاية الله وأمنه وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته